السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم من جديد الى كلام طيب واطيب الكلام كلام الله رب العالمين وما زلنا نقوم بنظرات وتأملات وتدبر في معاني كتاب الله تعالى حسب اسباب التنزيل وظروف التنزيل وملابسات التنزيل ما زلنا في الفترة المكية وما زلنا القضايا الجوهرية التي تناقش هي قضايا التوحيد والعقيدة وقضايا البعث والنشور وقضايا القيم الاخلاقية وقضايا الجواب عن الاسئلة الفلسفية التي تتلجلج في النفوس وصلنا الى سورة الاعراف وذكرنا بان سورة الاعراف فيها قضايا متعددة لكن محورها هم قوم خلطوا عملا صالحا وعملا سيئا وجاءوا في الاعراف والاعراف هو حاجز وسد بين الجنة والنار اقوام هم في منزلة ما بين المنزلتين ما مصيرهم وما حقيقتهم ومن الذي جعلهم يسيرون في هذا المصار ننطلق ايها الاحب الكرام الى العنصر التاني من السورة بدأناها بالامس ووصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم في حلقة الامس تناولنا بالدراسة والتأمل عشر ايات الاولى من سورة الاعراف الان سوف نتابع العشر الايات الاخرى باذن الله تعالى ابتداء من قول الله سبحانه ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة سجدوا لاذما فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ان لا تسجد اد امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لاملأن جهنم منكم اجمعين ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين وقاسمهما اني لكم لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجرة واقل لكم ان الشيطان لكم عدو مبين قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزغ عنهما لباسهما ليوريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون صدق الله مولنا العظيم نكتفي بهذا القدر من سورة الاعراف ونحرص على ان ننظر بتأمل وتدبر في معاني هذه الايات البينات هذا المقطع من القرآن الكريم يتحدث عن حقيقة الوجود وعن اولى صفحات تاريخ البشرية وسبب نزول هذه الايات ان كان هناك مجموعة من المشركين وحتى من المؤمنين كانوا يطرحون على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسئلة فلسفية عميقة يقولون له يا محمد اذا كان الخالق هو الله كما تزعم فكيف خلقنا وكيف بدأت الحياة وكيف كان نزول الادم ابونا ادم من نحن اولا من نحن من خلقنا لماذا نعيش وما حقيقة امرنا ما هو مصيرنا هذه اسئلة فلسفية لطالما طرحت على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في تجمعات كثيرة يقولون نحن البشر من نحن كيف وجدنا فوق هذا الكوكب الارضي هل كما قال ارسطو القي بالانسان فوق الكوكب من هنا نبدأ ولماذا خلقنا اصلا وكيف كانت خلقتنا اسئلة كثيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف جوابا لها لانه امي لا يقرأ ولا يكتب فكان يقول لهم انتظروا حتى يأتين الوحي من السماء فبينما هم جالسين جاءه الوحي الالهي وكان النبي الكريم يتصفض عرقا فلما اسري به حكى لهم هذه القصة كيف بدأ الخلق اول ما ذكر ربنا عز وجل في هذا المقطع القرآني المبارك قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم يعني انتم يا بني البشر خلقناكم اين خلقناكم في اصلاب ابائكم وصورناكم اين صورناكم في ارحام امهاتكم كل واحد من الناس خلق في صلب ابيه في العمود الفقري للاب ثم بعد ذلك لما دخل الماء الى رحم الام داخل الرحم تم التصوير وضع السمع والبصر والاياد والجوارح واللون والشكل كل شيء التصوير تم في بطن الام ثم قلنا للملائك سجدوا لاذم فسجدوا ربنا يقفز في هذه اللقطات الى اول البشرية كيف بدأ الخلق قصة بدء الخلق قلنا للملائك تسجدوا لاذم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين طبعا هناك ما يسمى باسلوب التكرار في القرآن الكريم ليس هناك تكرار في القرآن وانما كل مرة ربنا عز وجل يثير قصة يخدم بها قضية في سياق معين داخل السباق ولحاق هنا يحدثنا كيف خلق آدم عليه السلام وحينما خلقه سوف يأمر الملائكة بالسجود مباشرة هنا يعطينا ربنا عز وجل فكرة اساسية وهي ان الانسان هو اعظم مخلوق في الوجود الوجود يزخر بالمخلوقات هناك الملائكة هناك الجان هناك الشياطين هناك الحيوانات هناك الكواكب والنجوم والانهار والبحار مخلوقات كثيرة لا تعد ولا تحصى لكن اعظم مخلوق في هذا الوجود هو الانسان من اجل ذلك ربنا عز وجل سوف يأمر الملائكة وهم اجسام نورانية اطهار سوف يأمرهم بالسجود لآدم ثم قلنا للملائكة سجودوا لآدم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين ابليس هذا هو اصله من الجن لكن يقال بانه ظهر عليه الصلاح فرقه الله تعالى الى مقام الملائكة فكان يسمى طاووس الملائكة صار عنده قدرة عظيمة في القفز على الحواجز بعدما كان جني بسيط صار ابليس يرتقي يرتقي في الصلاح ويتقرب الى المولى عز وجل حتى ربنا عز وجل بوأه مقاما عالية فصار يجلس مع الملائكة هناك ما يسمى السفليون والعلويون السفليون هم الجن والعلويون هم الملائكة صار يجلس مع العلويين ثم تجاوز الملائكة فاصبح يسمى بطووس الملائكة وهنا سوف يدخل اليه العجب ويدخل اليه الكبرياء ويدخل اليه العجرفة وهذه نقطة اساسية في علم النفس كثير من الناس يكون في الأول بسيط ويكون مرتاح ويكون في عيشة طيبة ويبحث عن الشهرة ويبحث عن المجد ويبحث عن المال والتروة وبعد ذلك حينما يعرف تدخل له في نفسه الكبرياء والخيالاء وكأنه ليس كبقية الناس هو من أعظم الناس وقد فتح عليه بابا من أبواب جهنم وهو لا يدري لهذا أيها الأحباب الكرام كل من عنده نعمة من نعم الله أعطاه الله المال أو التروة أو السلطة أو العلم أو فنان أو غير ذلك لا بد أنه يحرص على أن يشكر الله كثير على ما أعطاه وأن يتواضع بين الخلق وإلا دخله الكبرياء والخيالاء فإنه يجره يجره جرا إلى مهاوي الفساد هذا ما وقع لإبليس رغم دكائه صار شقيا لما أمر الله تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم الملائكة كلهم سجدوا لأن الأمر الإلهي لا يحتاج إلى تفكير إذا أمر الله تعالى أو نغى نطبق في الحال إبليس صار يتفلسف تقول انتظر حتى أفهم من هذا الذي سوف أسجد له من يكون هذا الذي سوف أقوم بالخضوع له ربنا عز وجل سأله يا إبليس ما منعك أن لا تسجد إذا أمرتك لماذا لم تستجب لأمري الاستجابة لأمر الله لكن إبليس ماذا قال قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين هذا الذي تقولي أسجد له من يكون إنه بشر مما خلقته من طين والطين ما عنده قيمة الطين موجود في كل مكان لكن النار مقدسة والنار لها جدوة عظيمة فأنا خير منه قال أنا ليدائي الأحباب الكرام نذكر أنفسنا جميعا إياكم ثم إياكم من قولة أنا كنكون في الحياة دينا كنقول أنا واش عارفت مع منك تتكلم راني أنا 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 الذي كنت كدا وكنت كدا وكنت كدا إياكم أن تقعوا في هذا المطب يقول العلماء ثلاث من المهلكات أنا ومعي وعندي لقل أنا هو إبليس فعدبه الله وطارده من رحمته ولقل ثانيا هو فرعون أنا ربكم الأعلى فأهلكوا الله تعالى وجمع المغرقين ولك يقول كذلك أنا ومعي معي هو فرعون ومن معه من الزبانية كان هامان عنده سلطات وعنده مقرب من فرعون وكان يستغل تلك السلطات التي حوله في قهر الخلق وظلمهم يقول أنا معي معي فلان القاضي فلان والوكيل فلان والوزير فلان والعامل فلان فهو يتباغ بمن معه فكل من يسير في الطريق هو مؤد إلى الهلاك ثلاث من المهلكات أنا ومعي وعندي عندي قالها قارون قال عندي أموال كثيرة وعندي 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 فإذا بالأموال تغرقه تحت الأرض والعياد بالله فنحضر جميعا من هذه المخاطر هي إشارات قرآنية قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين استعمل إبليس ما يسمى بمبدأ المفاضلة بين الطين وبين النار ونسي بأن الطين له قيمة أكثر من النار الطين فيه النبات الطين فيه الهدوء فيه الرزانة وفيه الإنبات والإخصاب يأتي بخلق جديد أما النار فقد تكون محرقة وقد تكون مؤذية الملائكة سجدوا لأمر الله ولم يجدوا لآدم وإبليس بدأت فلسف ونسي بأن آدم له قيمة عظيمة لأن الله تعالى خلقه بيده أما النار فخلق بكلمة كن فيكون ربنا خلق الوجود كله بكلمة واحدة كن فيكون إلا آدم الله لم يخلق بكون خلقه بيده سبحانه وتعالى وجمله وصوره بيده ثم نفخ فيه من روحه فالإنسان له قيمة عظيمة مهما يكون الإنسان بغد النظر عن دينه وعن عقيدته وعن مرجعيته كل إنسان له قيمة عظيمة محترمة لماذا لأنه يحتوي على عنصرين الأول أن الله خلقه بيده وصوره بيده والأمر الثاني أن الله تعالى قد نفخ فيه من روحه فإبليس استعمل القياس وهنا العلماء أشاروا الفقهاء إلى ما يسمى بالقياس الفاسد وهناك القياس صحيح نقيس هذا على هذا والأقيسة خطيرة جدا ممكن أن تكون الأقيسة معمول بها في الحياة الدنيوية لكن في قضايا الدين صعب جدا أن نقيس هذا على هذا إلا بقواعد وأصول وضوابط وضعها الفقهاء والأصوليون والمقاصديون ربنا مباشرة يختزل القصة فيقول قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين غضب إلهي الغضبة الربانية لما يغضب الإله نحن نسمع حيانا غضبة ملكية غضبة وزارية غضبة أبوية ويأخذ الخوف والارتجاف فما ظنك أن تكون غضبة إلهية ربنا غضب على إبليس فقالوا اهبط منها بمعنى أنه كان في مقام عالي كان في جنة ويرزت الجنة الخلد الموعودة التي وعد بها الله المتقين هذه لازلت بكرا ولازلت على حالها تزينت وتعطرت ولم تستقبل أحد بعد هي جنة أخرى الله تعلم أعلم بها أين في كوكب آخر ربما قد لا تنتمي إلى المجموعة الشمسية ولا إلى كوكب التبانة هي في عالم آخر من عوالم الخفية دار هذا الحدث جنة أخرى فربنا قال له يا إبليس اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها وسبب خروج إبليس من الجنة هو الكبرية فيا أيها الأحباب الكرام احذروا من الكبرية كل من عنده في قلبه درة كبر يحرص على أن يزيلها وأن يتواضع للخلق واعلم بأن كل متكبر مآله إلى البوار والزوال وكل متواضع مآله إلى العزة والرفعة ربنا قالوا فخرج منها إنك من الصغرين بعدما أكان متكبراً وكي يقول أنا من أنا صار من الصغرين وكما رأينا في تاريخ البشرية من أناس كانوا يتكبرون على الخلق ويتجبرون ولا يخافون الخالق ماذا كانت نهايتهم نهايات فضيعة والعياد بالله لا داعي لنذكر أسماءهم فأنتم تعلمونهم ثم جاء السياق الأرعانين قال أنظرني إلى يوم يبعثون إبليس متمرد وحقوقي خطير أنه لا يتنازل ما فيش الحشماء أو الحيا لو أنه استحيى وحشم كان ربما يكون خير لكن إبليس متمرد وعنده كيف يقول بالداريج إحنا عنده الجبهة وكيف يخرج العينين ودي الصفة ذا ميمة إلا كتشو واحد من البشر في هذه الصفة رفي الصفة إبليسية خصوية بعد عليه إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون طلب من الله تعالى أنه يبقى خالد ميموت حتى يوم البعث والنشور متى سيكون ربما بعد ملايين السنين الله سبحانه وتعالى قال لنطيك قال إنك من المنظرين أنت الآن سوف تبقى إلى إلى حيث البعث والنشور قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين انظر إلى إبليس عوض أن يستغفر مولاه لما غضب عليه ويتوب إليه ويتواضى ويقول لرب إني أخطأت مسامحة تجد إبليس يزيد في التمرد ويقسم أنه سوف يقعد لآدم ولأبنائه سوف يقعد لهم صراطك المستقيم نحن دائما نصلي في الصلاة نقول إهدنا الصراط المستقيم هذا الصراط المستقيم هو صراط مؤدد الجنة تمك يجلس إبليس تمك يجلس يقول لك أشبرت بشي صلاة ما لك وما للصلاة لازلت شابا صغيرا وأنت لازلت شابة صغيرة غضة طرية فيما بعد وإذا جاء وقت الفجر يقول لك النوم أحلى من الصلاة وإذا جاءتك أي وقت صلاة يقول لك العمل حتى هو عبادة وإذا أردت أن تقوم بزكا أو تقوم بصدقة أو بإحسان يقعد لك إبليس قاعد في الصراط لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم إبليس كي راوغ مراوغ خطير جدا كيدخل عني من وعالشمال من الخلف ومن اليمين وعن أيماني وعن شمائلهم من جميع الجوانب لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقول الدواء الماتور اللهم وإني أعود بك أن أغتال يقول احفظني عن يميني وشمالي ومن أمامي ومن خلفي وأن أغتال من تحتي كان يحصن نفسه لذا في التحصين لما نحصن أنفسنا كان يقول حصنتك بلا إله إلا الله من فوقك وحصنتك بلا إله إلا الله من التحتك وحصنتك بلا إله إلا الله عن يمينك وحصنتك بلا إله إلا الله عن شمالك وحصنتك بلا إله إلا الله من أمامك وحصنتك بلا إله إلا الله من خلفك وحصنتك بلا إله إلا الله من كل جوانبك هذا التحصين نحصن أنفسنا نحصن أولادنا نحصن ممتلكاتنا وأمتلاعتنا حتى لا تصاب بمكائد إبليس لأنه خطير لا آثينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائنهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وفعلا الملاحظ أن الشاكرين قليل جدا نسمع خطاب الناس الكل يشتكي الكل لا تعجبه هذه الحياة ولا يعجبه الوضع ولا يعجبه النظام ولا يعجبه حتى شكله في المرآة هناك من يرى رأسه في المرآة فلا يعجبه حتى شكله ومنهم لا تعجبه للعائلة ولا الجيران ولا يعجبه مقر العمل ولا يعجبه أي شيء القليل من يقول الحمد لله شكر لله الله يجعل البركة في الخير والبركة الله مبارك الله ما يا رب يزيد وفي ذلك قليل لكن الأغلبية يشتكون ويبكون ويتحصرون إن الإنسان لربه لكنود لكنود أي أنه يحصي يحصي المصائب واشتوقع لي ومشالي وما عندي ظهر داروا لي وفعلوا لي هكذا يبقى الإنسان يبكي ولا يشكر النعم لأنه الله تعالى وهذا كله من إعازي إبليس وتلبيس إبليس لما قال ولا تجد أكثرهم شاكرين ربنا عز وجل سوف يغضب عليه أكثر الغضبة الربانية ماذا قال له قال اخرج منها مذموما مدحورا مذموما مدحور يعني صغير و منكسر بعد أن كان متكبر متعجرف ربنا قال له مذموما مدحورا ثم ربنا أخذ عهدا قال لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين كل من تبع إبليس في طريقه وفي غوايته سوف يعذب عذابا أليما لأنما قال إبليس النار وهناك عبد الشيطان وهناك أتباع الشيطان فيقودهم رويدا رويدا إلى النار فالإنسان ينتبه ينتبه ويقول من هو إمامي هل إمامي الأنبياء والمرسلين أم إمامي هؤلاء الشياطين وكل يبعت مع أئمته ينتقل القرآن الكريم مباشرة بعد الخطاب مع إبليس سوف ينتقل للخطاب مع آدم ماذا قال ربنا عز وجل ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين ربنا ينتقل مباشرة إلى آدم وزوجته في الأول كان يتكلم عن آدم فقط الآن يتكلم مع آدم وزوجته القرآن الكريم لا يدخل في التفاصيل يعطينا الفكرة جاثزة الكتاب المقدس في التوراة وفي الإنجيل نجد كلام آخر يقولون بأن آدم لما خلقه الله تعالى مكث أربعين سنة عازبا في الجنة لم تكن معه زوجة وكان في العبادة وكان في الطاعة وكان في الإيمان وكان في اليقين أربعين سنة لكنه بعده استوحش فخلق الله له زوجة ويحواء وفي اليوم الأول لما خلقت حواء استطاع إبليس أن يقعوا في المصيبة ومن هناك يقولوا اليهود والنصارى في كتبهم الدينية يقولوا بأن الذي أخرج آدم من الجنة هي المرأة أو هي سبب الغواية فالفكر الديني اليهودي والنصراني يتهم المرأة بسببها سوف يأكل آدم من الشجرة المحرمة وسوف يغضب عليه رب العزة ومن ثم يقولوا بأن تعدد الزوجات ممنوع لأنه خطر المرأة خطر اكتفاءا بأقل لقدر من الشر وإذا الإنسان أراد أن يتزوج قطعا كان أفضل لذلك القو عند المسيحيين الرهبان والراهبات لا يتزوجون يقولوا هذا من السلامة كما كان آدم عليه السلام ويقتدون بالسيد المسيح عليه السلام أيضا عيسى بن مريم مات عازبا وسيدنا يحيى كان حصورا أيضا على النساء لكن القرآن الكريم لا يقول هذا الكلام هذا الكلام يقول غير معتبر في الدين الإسلامي ربنا مباشرة قال خلق آدم ثم خلق حوى وهذا الفاصل للأربعين سنة وما وقع فيه كله روايات إسرائيلية ربما هي معتبرة عند قومه أهلها لكن في القرآن الكريم ربنا لا يحفل بهذه الجزئيات والطفيليات بل يمضي مباشرة إلى عمق القضية فيوجه الخطاب لآدم وزوجته حوى ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة أعطام الله سكن عظيم الجنة كلها ملك لهم أرضها وسماؤها وأشجارها وثمارها وخيراتها وبركاتها كلها لهم يا آدم كل شيء ملكك لكن فكل من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين ربنا قال إياكم أن تقرب هذه الشجرة أي شجرة هذه القرآن الكريم لا يفسح يقول الشجرة فقط الكتب الدينية عند اليهود والنصارى ما يسمى بالكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد بعضهم يقول الشجرة هي شجرة المعرفة وكأن آدم إذا أكل من هذه الشجرة شجرة المعرفة سوف يصير عانما وبالتالي يسمع عنده العقل والمنطق والفهم ولن يبقى محتاج إلى ربه كتب أخرى دينية مقدسة عند اليهود والنصارى قالوا لا بل هي شجرة الحياة أن الإنسان إذا أكل منها صارها كواحد من الآلهة لكن القرآن الكريم لا يقول أي شيء من هذا الكلام يقول شجرة فقهاء الإسلام ومفسر القرآن قالوا هي شجرة ابتلاء ربنا أرد أن يبتلي الإنسان أعطاه الحضر المنع هل سوف يمتتل للأمر الإلهي أم سوف يقتحمهم فقال ربنا عز وجل فكل من حيث شيئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فعلا بقصدنا آدم وحواء كي يقلوا من الخيرات كي يقلوا من الخيرات الجنة ويتناعمون فيها لكن جاء إبليس وبدأ أي وسويس طبعا هو لا يظهر هو ياتيك خواطر إبليس أعطاه ربي قدرة على الخواطر أنه مجرد خواطر وسوسة ما يقال في عصرنا هذا أمراض نفسية سبعين في المئة ربما هي وساوس شيطان وليست أمراض نفسية أو اضطرابات أو اكتئاب مجرد وساوس شيطانية فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ماروري عنهما من سوآتهما دي كل لحظة كان مزال آدم عليه السلام وحواء عندهم واحد نعمة عظيمة وهي كانوا عريانين لم يكن عندهم لباس وكانت عورتهما فيها نور الرجل والمرأة في القبل والضبر كانت العورة مستورة من النور نور لا ترى أي شيء سوى النور وهذا رحمة من عند الله لكن إبليس أراد أن يوسوس وكان عنده مخطط وعنده هدف أنه يكشف لهما عن السوء عن العورة فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين بدأ يعطيهم الأدلة والبراهين عن سبب المنع يأتي إلى حواء ويقول يا حواء هل تعلمين ما سبب المنع لماذا ربك يقل لك لا تقرب هذه الشجرة وكل شيء مباح ألافش أشجار ملايين أشجار كلها مباحة إلا هذه فيها السر وكيش عند آدم كذلك آدم لما يسمع وسوسة إبليس يطاطع برأسه ويفر لكنه يبقى إبليس كيقلب وإبليس فنان احذروا أيها الأحباب الكرام إبليس حينما يأتي الإنسان رمش غبي ولا عبيض كيف يقولوا لا إبليس دكي جدا ركي يجيك من الضربع لانتا ما تقدرش تقاهم جا عند آدم وحواء وقال لهم ما نهاكم ربكم عندي الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين قال ملكة الملكة الشجرة تعدون ملكين والملك عنده قدرة عظيمة وفي قراءة ثانية أن تكون ملكين ملكين بالكسري أو تكون من الخالدين الإنسان عادة ماذا يحب يحب التروى والمال الملك ويحب الخلود اللي سوالتي دابة الآن أشيك تحب قل لي أشنو أقرب الأشياء إلى قلبك يقول لك التروى المال القوة الملك نكون قوي حتى وحد يتحكم فيها ولكن اللي تليغ الضربة تموت يقول لك لله ما بغيش نموت أشيك تطلب الخلود فهذا مطلبين أساسيين في النفس البشرية أي نفس بشرية تحب التملك وتحب السيطرة وتحب الخلود وليك في شيء منصب كيف يبغي يبقى فيه نحن لا نعيب شيء برلماني ربما صوت عليه في هذه الدورة للبرلمانية ويحب أن يكون مرة أخرى أو أي مسؤول في أي نظام أنه يبغي يبقى هو ويدر الوريس دياله هذا كطبيعي فطرة بشرية ربلغان قالوا قصة دي الأدم وحواء ممكن نستخلج منها مجموعة من الصفات البشرية في النفس الإنسانية فآدم وحواء اسمع الخلد واسمع الملك واسمع التروى فعازف على الوطن الحساس لكن مع ذلك باقي مازل آدم تقول لزوجته لا وزوجته تقول له لا لكن إبليس لم يخضع وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين بدك يحلف لهم بالله بحل بعض التجار كيف يبغي بعض التجارة ديالك يحلف بالله هذا من تلبيس إبليس إبليس من يبغي يقول لك الفكرة يقسم باليمين المغلظة وبدك يقسم بجلال الله وعظمة الله حتى اقتنع آدم وسيدنا آدم يقول لك من اللي غير سؤال الله ويغضب عليه علاش يا آدم علاش يا آدم خضعتني إبليس قال لي يا رب رأقل لي رأني سبقتكم في الحياة وسبقتكم في الدنيا واللي سبقتك بنهار سبقتك بحيلة سبقتك بليلة سبقتك بحيلة أنا سبقتك بالكثير من السنين غير اسمع لي يتبعني فدلاهما بغرور فدلاهما بغرور يجيك بالهادي الهادي فلما ذاق الشجرة ما كلوا غير ذاق غير دكتمر ديالشجرة وضع للفم ديالهم فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة دكسع مباشرة جاء الغضب الالهي الله سبحانه وتعالى كشف عنهما النور لك أن يسترهم وهذه نقطة أساسية أيها الأحباب الكرام ككل إنسان في الطاعة وفي الإيمان وفي اليقين كاتل الله النور شاب الفتاة الآن هي جميلة جدا بنور الله لأنها عابدة ولأنها مستقيمة ولأنها مرضية وشحال من شاب كتلقى نور بنور الله لأنه يخاف الله ويبتعدين الحرام ولكن متى أن الإنسان تجرأ على الحرام ومشا وقع في المنكرات وفي المنهي عنه ربنا يسلب مننا النور لاحظوا أنفسنا كل واحد منا على ألف سنة مرة تكون نوراني لأنك تكون مع العبادة والطاعة والإيمان ولما تتورط في الحرام يسلب من الله تعالى ذلك النور وإذا سلبه الله تعالى ككل وحد العذاب أليم فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين الله تعالى غد يغضب على آدم وغد يتكلم معاه بقوة وبشدة حواء يا آدم على شجرة هذا العمل في الفكر الديني اليهودي والنصراني يقول بأن حواء هي اللي كلت وقالت لآدم غير ضق معايا ضق معايا لكن القرآن الكريم لا يتهم المرأة بالأكس يبرئ ساحتها يقول بأن الخطيئة وقع فيها كليهما آدم وحواء وناداهما ربهما آدم وحواء ألم أنهكما عن تلك الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين إيك حدرتكم وعود حدرتكم لماذا خضعتم قال بجوجهم آدم وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فآدم سوف يعترف بخطيئته وسوف يقول بأنه ظلم نفسه وأنه اتدى حدود الله ربنا يحب أن يسمع من العبد هذه الكلمة ليس عيبا أن تخطئ ليس عيبا أن تقع في الحرام لكن العيب كل العيب أن تبقى مسرا على خطيئتك وتقول هذا حقوقي وهذا حق فرضي وحق طبيعي ولا أحد يستحق له أن يعاقبني أي نعم كلنا نؤمن بالحقوق الطبيعية وحقوق الفرضية وحقوق الجماعية لكن دون أن تصطدم مع الشريعة الله وأحكام الله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فهذه الكلمة هي التي جعلت رب العزة يغفر لآدم ويغفر لحوى وهو أن الإنسان يعترف بالذنب ويعترف بالخطيئة بين يدي ربه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله كان يستغفر الله تعالى في اليوم مئة مرة رغم أنه معصوم وكان يستغفر للأمة ولهذا المؤمن الصالحون يستغفرون لأنفسهم ولأمتهم اللهم يغفر لنا ولإخواننا لنسبقون بالإيمان ولكل المسلمين والمسلمات نستغفر للجميع وذلك سبب رحمة الله تعالى ربنا عز وجل سوف يحكم حكما إلهيا مصيريا ماذا قال قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو هبط آدم وهبطت حوى وهبط إبليس هبطوا من الجنة العالية إلى الكوكب الأرضي هنا الفكر اليوناني والفكر الإغريقي مع أريستو وأناكسيمانس وغيرهم من المفكرين كيقول تاريخ البشرية بدأ من هنا من اهبطوا كيقول لك لا تحدثني عن ماذا كان قل لي الإنسان ألقي به فوق الأرض فقط من هنا نبدأ لا تدخلي في الأديان الذين يلقيون الأديان المسلمون واليهود والنصارى يتفقون في هذا الكلام من يقرأ الكتاب المقدس عند اليهود الذي يسمى بالتوراة والذي يقرأ الإنجيل الذي هو الكتاب المقدس سعد النصارى ويقرأ القرآن سيهد بأن تقريبا القصة متشابهة لكن مع بعض الزيادة والنقصان وفي النص القرآني تبدو لك الحقيقة ناصعة ولكن الكتاب العبري وفي الكتاب المسيحي تجد هناك زيادة ونقصان وخدش مما يوحي بأن هناك تبديل وتغيير وتحريف لأن سنأتي على هذا الكلام إن شاء الله في حلقة مقبلة كيف أن التدوين للكتاب المقدس عند اليهود وكذا عند النصارى مرت عهود وعهود عاد تم التدوين لكن القرآن الكريم نزل دفعة واحدة وتم تدوينه في عهد الخلافة الإسلامية والحكم الإسلامي فكان لم يتغير ولم تتبدل ثم إن الله تعالى قال إن نحن نستند ذكر وإن له لحافظ لكن الفكرة الديمقراطية والفكرة العلمانية يقول لك من هنا نبدأ لا تحدثني عن الماضي ذلك كلام غيب نحن نبدأ من الظاهر الإنسان ألقي به فوق الكوكب الأرضي ولا بد أن نقوم بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتنظيم الداخلي ولا تحدثني عن الدين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين سوف يختار لنا ربنا عز وجل الكوكب الأرضي تصوروا لو اختر الله لنا كوكب زحل أو كوكب المشتري أو كوكب القمر غير صالحين للحياة اللهم من رحمته الواسع انظروا إلى رحمة الله حتى وهو غاضب رحمته واسعة وكرمه كثير اختار لنا أجمل الكوكب وأعظم كوكب وهو أمنا الأرض فيه البحار والأنهار والأشجار وفيه الخيرات والقروم وفيه المناخ فيه الليل والنهار فيه الفصول الأربع فيه الأمطار فيه أشعة الشمس فيه كل خير شوف رحمة الله الواسع ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين عندكم تسحبوا بأنكم خالدين في هذه الأرض رغم متاع إلى حين رغم المحافظة رح الدكت موت تنتقل الملكية إلى آخر رح توحد ما عنده شي حاجة لا أحد يملكه أي شيء شوفوا غير الملوك والرؤساء والأمراء والعظماء مروا على ممتلكات وإمبراطوريات ولكن لا أحد كان سمعوا فلان كدوس في سنوات سنوات ثم يودع ويخلفوا الآخر ويودع هذا خلفة بينكم فهو متاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون قصة الحياة كلها في هذه الآية نحن في الأرض فيها تحيون نحن الآن نحيا فوق الأرض وفيها تموتون سوف نوت فيها وندفن من الذي يزعم أنه لن يدفن تحرى الأرض ومنها تخرجون سوف نخرج من الأرض مرة أخرى ما يسمى بالبعث والنشور هذه قصة الحياة كلها مختزلة في ثلاث كلمات فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ثم يوجه ربنا عز وجل بعد ذلك الخطاب لكل البشر بعد أن سرد علينا قصة آدم وإبليس الصراع الأبدي وذكر لنا بأن هناك المخلوقات ثلاثة هناك الملائكة أجسام نورانية مفطورة على الطاعة المطلقة ربنا أمر أن تسجد فسجدت وبالمقابل هناك الشيطان المفطور على المعصية المطلقة والتمرد المطلق وبينهما الإنسان الإنسان هو بين بين ممكن أن يكون طائعا ممكن أن يكون عاصيا الإنسان في صراع بين الخير والشر والإنسان ما تستغفر ربه وأناب صار من أهل الإحسان رحمة الله الواسعة ربنا بعد أنصرنا للقصة وجه الخطاب لنا جميعا لكل البشر ماذا قال يا بني آدم بني آدم منهم هالمسلمون لا اليهود والنصارى والملاحدة واللادنيين كل البشر يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير كذكرنا الله تعالى بأننا لما أكل أبونا آدم وأمونا حوامنا الشجرة شجرة الإبتلاء ربنا كشف عنهم النور اللي كان في السوء ديانهم ولا تعدنا العورة ولا لابد أن نسترها الستر فأعطانا الله اللباس ريشا يعني هو لباسا وريشا قالوا بأن اللباس هو ما يخط والريش هو ذلك اللباس الفاخر اللي يستمعون بعض النساء لكيزوا بالكبراء والأعيان ملابسهم ربي أكرمنا باللباس وسترنا ثم قالوا لباس التقوى هناك لباسات الحقيقة كل لباس الظاهري الجلباب أو المعطف اللي يلبسون ستر بالعورة ديانا ولكن هناك لباس آخر باطن يسمى لباس التقوى أنك تغض من بصارك أنك تمنع فكرك الفكر الفكر أنه يتيه بك إلى صور دهنية خبيثة محرمة أنك تمنع النفس أن تتشغع محرم هذا تسمى لباس التقوى واللباس التقوى ذلك خير لكي يكون عنده السطر الداخلي أعظم بكثير من السطر الخارجي ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون آية من آيات الدل على وجود الله وعظمة الله تسوروا الحيوانات كلهم عريانهم المواشي والخيول والحمير والبغال والجمال والأبقار والعجول كل شيء عريان والقرود والسباع والغزلان البشر هو الوحيد من المخلوقات الذي يستر نفسه ربنا اعطنا الفطرة السليمة ثم قال لنا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزعوا عنهما لباسهما ليوريهما سوءاتهما حضرنا الله تلقنا عندكم يا بني البشر رأي بليس غني قل لكم أشبهتوا بهذا الملابس أشبهتوا بهذا الاختناق خذوا الحرية تعراوا خليكم هكذا كل خليكم هكذا حرية مطلقة وهذا الذي وقع البشر بعد أن كانوا مستورين والنساء كنا محجبات في التاريخ وكل عند اليهود عند النصارى عند المسلمين كل الناس كانوا محترمين لكن مع الموضة ومع العصرنة بدأوا ينادون بشيء من التقدم والتحرر فبدأوا يقصوا شوية شوية كل مرة يطلعوا شبر حتى سمعنا هناك الميني جيب وسمعنا هناك اللباس العالي الصدر ثم رأينا هناك الملابس البحرية ثم بعد ذلك هناك أقوام لدائر ذكرهم يحبون العري في كل مكان يا بني آدم ربنا ينادينا لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليوريهما سوئاتهما ثم قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم شف السلطة للإبليس وأعوانه إبليس توا عنده أعوان من الجن والعفاريت وهما قبائل كده هناك بني الأحمر وبني الأزرق وبني الأصفر وقدورات هناك من يزحف على بطنه مثل الحية وهناك من يطير بجناحين مثل التنين وهناك من عنده أكثر من رأس رؤوس متعددة إبليس عنده أقوام كثيرة وعطهم الله وحد القدرة أنهم يرون كل شيء نحن لا نرى إبليس وجنوده من الجن والعفاريت لكنهم يروننا كتلقى جاهز معاك في الدار داخل متداخل مع الزوجة ديالك غرفة النوم تواك يدخل معاك واحتوى يرى كل شيء كتدر أي عمل يدخل معاك وكيزيد وسوس لك إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون أنا ربك يخسم لنا هذا المقطع وكي يقول لنا بأن إبليس متى سوف يتحكم في الإنسان أولياء أولياء للذين لا يؤمنون الذي لا يؤمن إبليس كدر معه العهد وكيعد وليه وكل من كان مؤمنا إبليس عدوه فهذا خطاب رباني لنا جميعا فيه عدة نقط حول النفس البشرية بأن هذا الإنسان مكرم معظم ربنا اختاره وصنعه بيده ونفق فيه من روحه هذا الإنسان هو يحب الخير لكنه قد يقع في الخطأ بفعل وسوسة إبليس وهذا الإنسان ليحضر الكبرياء وليحضر الخيلاء لأنها الطاردة من رحمة الله وأن هذا الإنسان قادر على البناء والتعمير لكنه في أي لحظة قد يغدر وقد يخون الأمانة وهذا الإنسان يحب الملك ويحب التروى ويحب السيطرة ويحب ما في جيبك يحب كل شيء هذا الإنسان تواق للتملك ويحب الخلود ما يكرا يبقى فلو كرسي ديمن وأبدا إنسان غريب لكن هذا الإنسان متى كان مؤمنا متى كان موحدا متى كان الذاكرة وحتى إن أخطأ وأدنب يعود مستغفرا فإنه ذلك الإنسان الكامل الذي أرده الله تعالى ووعده بأن يعود مرة ثانية إلى موطنه فموطننا أيها الأحباب الكرام الحقيقي موطننا هو الجنة ليس الدنيا الدنيا احنا غير غرباء كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل أما دارنا الحقيقية لتخلق فيها أبونا آدم وأمنا حواء هي الجنة جنة الخلد وإليها سوف نعود بإذن الله اللهم اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله وأسكننا الجنة وأسكننا الفردوس الأعلى بجوار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم واحفظنا من مكائن إبليس اللهم احفظنا من شغل الشياطين اللهم احفظنا من وسوستهم ومن همزهم ولمزهم ونفسهم قولوا جميعا آمين 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 يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله